ممكن يبتدي به وليد سليمان، ممكن يبتدي بمؤمن زكريا هو بيحب يبلع باللعيبة اللي عندها قدرات هجومية كابتن حسام البدري من الناحية الهجومية وأيضا من الناحية اللي بيعرفه يعمله الناحية الواجب الدفاع بشكل كبير جدا لأنه دائما كابتن حسام البدري بيحب اللعيبة اللي بتحمي البكات اللي على الأطراف بالنسبة للمبران النهاردة ممكن كابتن حسام يفكر في وليد سليمان ومؤمن زكريا ليه لان كمان الناحية التانية عند الناد المصري مسته في الاطراف سواء عبدالله جمعة او محمد الشامي والسرعات والاتنين سريعين جدا والاتنين ممتازين جدا من افضل الاجناحة في الدور المصري سواء عبدالله جمعة او محمد الشامي فطبعا اعتقد ان كابتن حسام هيفضل وليد سليمان خاصة بعد الحالة اللي احنا شفناه عليه في المجرات سموحة كي لو اعرضنا ارقامه هتلاقي والد سليمان او والد سليمان عنده ميزة في الكدرات الدفاعية من احسن الاجناحة في مصر اللي بتدافع تاني حاجة ان هو فعال على الجون ما بي يعني ايه على طول تلاقيه يشوت على طول مميز جدا يعني فعال جدا على الجون دقة محاولاته عالية قدراته الدفاعية عالية تحس ان هو فعال مش بتاع ان هو بيرقص بقى او كده او كده او معدل فقد الكرة بتاعه عالي لا هو تحس ان هو ملتزم جدا بالتعليمات عشان كان وليد سليمان دايما في كل المباراة التيلة للنادي الاهلي في السنوات الاخيرة دي تلاقي الجناحين وليد سليمان ها دي ارقام مع وليد سليمان دي وليد سليمان طبعا في المباراة دي يمكن ان هو كان واحد من جوم المباراة امام سموحة امام سموحة اللاعب 62 دقيقة احرز هدفين نسبة دك التمريراته كانت 86% عدد تمريراته كانت 43 منهم 15 للجنب فده بيأكد ان هو لما بيعمل تمريرات للجنب بيسمح كتير ان هو بيعمل الوفرلاب لعلي معلول دايما من وراه دي يمكن كانت من اهم الملحوظات في المباراة تسموحة بالنسبة لقطع الكرة قطع الكرة ست مرات ده اللي كنت بقوله عليه حضراتك معدل قدراته الدفاعية عالية جدا فاخد الكرة مرتين فده برضو ميزة وليد سليمان يمكن مميز اكتر عن حمودي في حتة ان هو قدرات الدفاعية والحاجة التانية حمودي فاخد الكرة بتاعه عالي لكن وليد سليمان فاخد الكرة بتاعه قليل شوية بنسبة العدل المحاولات تلاتة جاب منهم جنين يعني نسبة النجاح بتاعتها 67% طبعا حصل على خطأ فده بيأكد ان وليد سليمان في المباراة دي لأ بدأ رغم ان هو كان راجع من فترة طويلة دي برضو رقم تمريات للخلف وده معناه ان هو بيلعب لعب جماعي مش فردي طبعا نشر مرة لعيب جماعي جدا ولعيب يعني زي ما قلت حضراتك بدليل ان هي الجماعية ان معدل فاكد الكرة بتاعه مرتين بس فده بيأكد ان وليد لأ لعب منتج ودايما المباراة الصعبة عن نادي الاهلي في السنوات وفي السنتين الاخر هتبص تلاقي لفيت مسلا لعبت حمودي لعبت الشيخ لعبت ايحد هتبص تلاقي في الاخر وليد سليمان ومومن زاكري طيب احمد فاروق يعني الجماعية والتيكتيكية وكل امكانيات وليد سليمان حتى في اللقاء الاخير قبل سموحها كنت تكلمت معك هل من الوارد ان وليد سليمان بقدراته ممكن